صباح الخير على كل سنة المشاهدين اللي بيشوفونا ويوم جديد ونهارك سعيد النهاردة 9-1 معنا فقرات كتيرة جدا واحداث مطلحقة هنحاول احنا نلحقها معاكم النهاردة من خلال نهارك سعيد والفقرات الموجودة معنا اسمحوا لي اللي في القابل في البداية اصبح على شريف مي صباح الخير يا شريف صباح خير يا شريف صباح خير يا شريف مشاهدينا النهاردة معنا زي ما قلنا فقرات متنوعة ونحاول دائما نغطي كل المجالات واكيد السياسة بيقاليها دور كبير جدا وعشان كده حيكون معنا في اول فقرة حيكون فقرة الصحافة طبعا حيكون معنا فيها الأستاذ الصحفي محمد زاكيم نائب رئيس تحرير جريدة الوفد حيكون معنا فقرة تانية عن مبادرة الكينات السياسية الثورية حنعرف ايه المبادرة دي وحيكون معنا فيها مهندس نيدر نبيل عضو المكتب التنفيذي عن منظمة ثوار مصر واكيد زي ما قلنا عندنا فقرات متنوعة العام وغير كده طبعا من يومين اتلعب ماتش الأهلي وبار ميونيخ اللي للأسف انتهى باتنين واحد بس كان فيه أداء مشارف جدا للنادي الأهلي وكل مصر كانت بتشجعه لأنه فريق مصري وفي نفس الوقت قدم زي ما بيقوله أداء محترم جدا وأداء محترم جدا قدام الناس احنا بنشوفهم في البطولات العالمية ونفعلهم قبعة زي ما بيقوله فنيكون ابو تريكا وبركات موجودين جنب الناس دي فهذه حاجة نطيفة جدا وغير كده كمان نادي الزمالك وأخبار أحوال المنتخب القومي هيكون معنا الضيف النقد الرياضي أيمن بضرة كمان هيكون معنا فقرة مهمة ولطيفة جدا الحقيقة عن الترميم ترميم الأثار المصرية ويمكن دي بيبقى فيه كذا جهة بسؤول عن هذا الكلام وبقى فيه ساعات ملحظات عن الترميمات دي نهاردة هنتكلم مع أحد هذه الجهات وهو المركز المصري الإيطالي لترميم الأثار وحيكون معنا ممثل عنه الأستاذ علي طاها وهو المدير قسم الترميم بالمركز الإيطالي للمصري لترميم الأثار نعرف أكثر عن الموضوع فيه كمان فقرة عن مبادرة مصر بالألوان دي أعتقد تجربة جديدة جدا من نوعها في مجموعة كده أو حاول إقتراف صغير حيحاولوا ينزلوا يلونوا كل جدران المباني الأزيمة المصرية يعني محاولة لإظهار جمال المباني الأزيمة مرة تانية بس نفسي بس يكون فيه بلان للموضوع ده يعني ما تعملش كده عشوائي عشان ما لقيش هنا أخدر وأصفر وأحمر يعني الموضوع مش لي يعني نحط بلان يبقى شكلها كويس لو هنحط مثلا تدريجة ألوان معينة عشان بس ما تبقاش مؤزين معينة يا رب أعتقد أن هم كلهم فنانين يعني مش معقول حينزلوا يعملوا مبادرة زي دي كده منتمنى هيكون معينا فيها مهندسة نبين عقل أحد أعضاء المبادرة وشرين زغلول بس كده معينة دي فقرات أقول لها دهاردة حقيقة فهمكري واحد نشوف فاصل ورجع تاني مع الصحافة يلا بينا